يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة يوم الخميس إن شاء الله مواجهة مهمة وتاريخية بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي في تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس أملا في برونزية وميداليا تاريخية لمنتخبنا الوطني أول ميداليا بإذن الله في لعبة جماعية في تاريخ مصر في مشاركتها الأولمبيا نقدر طبعا نقدر والحلم ما انتهاش أيوة ما انتهاش مبارح زعلنا دايقنا كنا قريبين بس عملنا اللي علينا وزيادة الكل ما أصرش ما حدش أصر وده بداية كلام النهاردة بص يا جماعة بصراحة المنتخب ده خد دعم جماهيري كبير جدا من أول مباراة في الأولمبياد كلنا ندعم وكلنا بنساند وكلنا واقفين وراء منتخبنا وهم جهاز فني ولعبين مفيش حد فيهم أصر خالص تدارش تقول إن فلان أصر أو فلان ما عملش اللي علي عادة لما بتخسر في ناس كتيرة بتزعل وبتطلع مشاكل بصراحة من مبارح الأغلبية العظمى من الناس بتشكر منتخبنا الأولمبي بتشكر وبتدفع وبتحمس للأمام إن شاء الله إن شاء الله في قلة قليلة ناس اللي ما تفهمش بيبقوا مثلا بيصحهم للنوم يقولك ما تيجي نشمت ما تيجي يبقى دمينة خفيف شوية وهم دمهم للأسف مش بيبقى خفيف قوي ما تيجي نعد نتريأ ونهزر ونقلل من لعبة منتخبنا ما تيجي نقول والله أصل فلان دوت ما ينفعش يلعب في فريق درجة ربعة وفلان ده ما ينفعش يلعب أصلا كورة وفلان دوت ضل طريق أصلا ولعب كرة قدم ما كانش المفوض يلعب كرة القدم والمدرب دوت مش مدرب عنده خبرات فكان المفوض يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة كلام ده متقيل هعتبر إنه قلة من القلة دي بيعملوا ده بحسن ناية زعلين على منتخبهم وغيرين على منتخبهم وكان نفسهم ناخد دهب لأ أماشي بس للقلة اللي من القلة دي للنواياهم سليمة احنا لسه في الجيم لسه في الجيم وكل هزار وضحك وتريأة ده بيوصل للعيبة والله بيوصل للعيبة بيبقى الواحد منهم اللي بيحط صورة ولا كوميك ولا بيهزر ولا بيدحك ولا بيتريأ بيعملوا تصور يقول لك إيه يا عم أنا يدوبك الصحابي هم اللي هيفراجوا علي نا مش حقيقي والله اللعيبة بتشوف والجهاز الفني بيشوف وبيتأثروا وبيزعلوا وبيتدايقوا مش عايزة أقول أسماء معينة ناس مبارح استلامتها عشان ما شاركش في ده بدون قصد يعني بس لو سمحت احنا عندنا مباراة بعد بكرة ما نصبر وحتى لو عملت ده بعد البطولة هقول ماش تعد وإن كان سواء خدنا البرونزية وإن شاء الله ده يحصن ما خدناش البرونزية احنا عملنا اللي علينا حدش أثر خالص بكل الظروف اللي انت شفتها وتبعتها وقشتها هذا الجيل من المنتخب الأولمبي خلينا واضحين ومنطقين ما كانش أملنا معاهم كبيرة أوش هم عملوا اللي فوق التوقعات مش بس التوقعات اللي فوق التوقعات فشكراً ليهم شكراً اللي انتوا تعبتوا واجتهدتوا وعملتوا مجود خرافي مباراتين وقت إضافي قدام منتخبين كبار سواء برجوي أو المنتخب الفرنسي موضوع صعب جداً ده بخلاف اللي انت أصلاً بتلعب كل 3 أيام مباراة ده بخلاف أصلاً انت كل مباراة تقريباً بتتنقل في سفر بالكتار 3 و 4 ساعات موضوع صعب جداً